السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والسؤال الثاني انا بتنسوك لا دباء دعاة المظلوم واش دباء الانسان اللي مظلوم واش خطو يدعي لهذاك الظالم ولا يخلي الامر لله تبارك وتعالى ويعني ويصافي ما بقي قاعد يدعي وشكو يعني وكان الامات يفوتوا على هذاك البطل وهذاك الظلم تنشوفه كبير بعينك وانتي اللي تأديتي ولكن ما تنشوفه النتيجة واش خطو الانسان يصبر ولا ما يدعي قاعد شكرا بزاف برك الله وفيك شكرا لك للا ام عائشة من مراكش وعن سؤالك الثاني دعاء المظلوم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاث دعوات لا ترد دعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب هذه ثلاث دعوات ربي عز وجل ضامنا ان الجواب سوف يكون سريعا وسوف يكون واقعيا الاول دعاء المسافر إنسان مسافر سفر ها ها مش سفر معصية غادي الوحد الغراد اما مباح تجارة صلة رحيم او غادي درشي خير هدك المسافر خصوصا لغادي درخير غادي سفر واحد المدينة او واحد القرية بغي يزور العائلة ويصن الرحيم ولا بغي يساهم في واحد المشروع اجتماعي في خير للناس او لكذا داعي يدعو الى الله تعالى هذا الصفر في الدهاء مستجاب دعوة المسافر وحتى اذا كان صفر مباح للاستجمام وللترويح عن النفس فهو يدخل فيه دعوة المسافر ودعوة الوالد الوالدين اذا دعوا الدعوة على ولادهم ركت كل مستجابة سواء دعوا عليهم دعوا لهم بالخير او دعوا عليهم بالسوء والعياد بالله فدعوة الوالد لا ترد ثم الثالثة دعوة المظلوم حتى قال علماء ولو كان مشرك ولو كان كافر ولو كان بدون دين دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عجاب من لك يدعي المظلوم وكيبكيه وحازين ومجروح يقول يارب تاخد الحق في فلان لضلمني كي يقول لك الدعوة تصل الى الرحمن وكي يقول له الله تعالى لا استجيبن لك ولو بعد حين دعوة المظلوم لكن السؤال لك تقول أم عائشة واش ندعيه على الظالم بالسوء ولا نصبره هي القضية مراتب ربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها وحل إيسا نظلمك إلا استعملنا الأسلوب الديمقراطي واستعملنا الموساوات ظلمك كالظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها ما نزيد عليها ما نقص عليها لكن ماذا قالت تتمت الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروه على الله هذا مقام عظيم هذا كتسمى مقام العدل والإحسان مقام العدل هي جزاء سيئة سيئة مثلها ومقام الإحسان ما هو هو قول الله تعالى ومن عفى وأصلح فأجروه على الله كتقول الله يسامح وكتبدي ديك للصلح ومشفنا مارينا وعفى الله عما السلف وربي غفور رحيم ونبذي صفحة جديدة والله يغفر لنا ولك قالك ربي عز وجل فمن عفى وأصلح فأجروه على الله ربي وولي يعطيك الأجر والأجر دي المولانا إلا أعطاه لك راك يكون مضخم يكون كبير وكيكون لا حدود له لهذا العقلاء اللي عنده بالاستثمار الحقيقي في الدار الأخيرة أنه قد يتضل هو ما معه بش لا ينخلط فيها أبدا هو ما كيكونش ظالم نهائيا وحتى لو كان مظلوما كيقول سير الله يسامح سير الله يغفر لنا ولك وأنتظر العوض من عند الرحمن على الله العوض وإذا عوضك الله تعالى حتى لا عودك المخزن ولا عودك القاضى غير دمعك المحامي وغير دمعك الأتعاب فلان وعين لان ودكش يبقى قليل ولكن إذا عوضك الله سبحانه وتعالى سيكون تعويد كبير وعريض وشديد فمن عفى وأصلح فأجره على الله لذا النصيحة قلت لك أم عائشة قلت لك المسامحة فيها أجر وتواب لا يعلم قدره إلا خالقه سبحانه فالإسان يسفح ويسامح والعوض على الله الله يحفظك ويرعاك ويبرك فيك اللهم أمين يا ربي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً بزاف على هذا البرنامج لا يجازيك بالخير فنستفلو منك بزاف برك الله فيك أكرمك الله للا أم عيشة عندي جوش سؤال واحد سؤال الأول اللي بغيت نسولك واش حلال أو حرام عندي لأب بتاعي في هذو كسبعينات مش في خارج الوطن مش أخدم في الخارج في الخارج وهو غير اسمية العائلية تعنا غيرها هو إذن أبغى باش يكونوا عليه الديون تع العائلة تعهو وبتدل اسمية دباحنا عندنا اسمية العائلية مختلفة على أولاد عمي وشي هذوك العائلة تعال أب بتاعي واش حلال أو حرام هاد شي اللي بغيت نعرف وخا بيد الله والسؤال تاني أنا بيتنسولك لا دباء دعاة المظلوم واش دباء لإنسان لي مظلوم واش خطو يدعين هذك الظالم ولا يخلي الأمر لله تدرك وتعالى ويعني ويصاف ما بقي قاعدين وشكو يعني وكان العامة تفوتوا على هذك البطل وهذك الظلم تتشوفه كبير بعينك وانتي اللي تأديتي ولكن ما تتشوفه النتجة واش خطو الإنسان يصبر ولا ما يدعي شكرا لك شكرا لك للا أم عائشة من مراكش وزادك الله تعالى حرصا على الدين وعلى اليقين أما عن سؤالك الأول الوارد رحمه الله تعالى في السبعينات لما كان خارج أرض الوطن غير لإسم العائلي هل هذا حرام أم حلال هذا أمر مباح للمصلحة مباح للمصلحة هو الإنسان لكن اسمه ما في عيب عنده اسم معتاد مقبول فالمفروض أنه يحافظ على اسم الآباء والأجداد حتى يبقى العائلة يتعارفوا ويبقوا فيما بينهما ودوا ورحمه لكن إذا غيره لسبب من الأسباب إما لتبسيط المساطر الإدارية أو ربما لمصلحة راشحة يارها فهذا أمر مباح شانطة أنه لا يتسمى بأسماء منكرة أنه يتسمى بإسم منكر هذا الممنوع أما إذا اختار اسم آخر كان اسمته صالح وغيره ودر فالح الأمر سيان الأمر سواء ما في لا حرام ولا حلال هذا أمر مباح حسب المصلحة فلا حرج في ذلك وعن سؤالك الثاني دعاء المظلوم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا تلات دعوة لا ترد دعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب هذه تلات دعوات رب عز وجل ضامنا أن الجواب سوف يكون سريعا وسوف يكون واقعيا الأول دعاء المسافر إنسان مسافر سفر هاها مش سفر معصية غادي لوحد الغراد إما مباح تجارة سلة رحيم أو غادي للشي خير هذا المسافر خصوصا لغادي للخير قد يسفر وحد المدينة أو وحد القرية بغي يزور العائلة أو يسلن الرحيم أو لا بغي يساهم في وحد المشروع اجتماعي في خير للناس أو لا كان داعي يدعو إلى الله تعالى هذا السفر في الدهاء مستجاب دعوة مسافرة وحتى إذا كان سفر مباح للاستجمام وللترويح عن نفس فهو يدخل فيه دعوة المسافرة ودعوة الوالد الوالدين إذا دعوا الدعوة على أولادهم ركت كل مستجابة سواء دعوا عليهم دعوا لهم بالخير أو دعوا عليهم بالسوء والعيد بالله فدعوة الوالد لا ترد ثم الثالثة دعوة المظلوم حتى قل علماء ولو كان مشرك ولو كان كافر ولو كان بدون الدين دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عجاب من لك يدعين مظلومك يبكيه وحازين ومجروح يقول يارب تاخد الحق في فلان يظلمني كي يقول لك الدعوة تصل إلى الرحمن وكي يقول له الله تعالى لأستجيبن لك ولو بعد حين دعوة المظلوم لكن السؤال اللي تقوله أم عائشة وش دعيه على الظالم بالسوء ولن صبره هي القضية مراتب ربنا عز وجل يقول وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا وَحَنْ إِسَنْ ضَلْمَكِ إِلَّا استَعْمَلْنَا الْأَسْلُبِ الْدِمُقْرَاطِيِ استَعْمَلْنَا الْمُسَاوَاتِ ضَلَمَكَ كَتْضَلْمُوا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا ما نزيد عليها ما نقص عليها لكن ماذا قال تتمت الآية وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ هذا مقام عظيم هذا كنت اسم مقام العدل والإحسان مقام العدل هي جزاء سيئة سيئة مثلها ومقام الإحسان ما هو؟ هو قول الله تعالى وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ كَتْقُلُ اللَّهِ سَامَحْ وَكَتْمَدِّي دِكْلِ الصُّلْحِ وَمَشْفِنَا مَارَيْنَا وَأَعَفَى اللَّهُ عَمَّا السَّلَفِ وَرَبِّي غَفُور رَّحِيمُ وَنْمِدَو صَفْحَة جَدِيدَةَ وَاللَّهِ يَغْفِرْ لَنَا وَلَكْ قالك ربي عز وجل فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَلِي أَعْتَكَ الْأَجْرِ وَالْأَجْرِ دِي الْمُولَانَةِ إِلَى طَهْلِكَ رَكِي كُنْ مضخم كيكون كبير وكيكون لا حدود له لهذا العقلاء اللي يعدم الاستثمار الحقيقي في الدار الأخيرة أنه قد يتظن هو ما معه مش لا ينخلط فيها أبداً هو ما كيكونش ظالم نهائياً وحتى لو كان مظلوماً كيقول سير الله يسامح سير الله يغفر لنا ولك وأنتظر العوض من عند الرحمن على الله العوض وإذا عوضك الله تعالى حتى لا عوضك المخزن ولا عوضك القاضى غير دمعك المحامي وغير دمعك الأتعاب فلان وعيلان وذلك الشيء غير ققلل ولكن إذا عوضك الله سبحانه وتعالى غنيكون تعوض كبير وعريض وشديد فمدعفه وأصلح فأجروه على الله لذا النصيحة قل لك أم عائشة هل لك المسامحة فيها أجر وتواب لا يعلم قدره إلا خالقه سبحانه فالإسان يصفح ويسامح والعوض على الله الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر